طيب ده كان كلام مهم جدا لكن بمناسبة حتى نجوم الإسماعيلين الإسماعيلي اللي انتقلوا للأهلي خلونا نشاطر الكابتن عماد النحاس نجم النادى الأهلي السابق والمدير الفن السابق أيضا للمؤولين العرب الأحزان في وفاة والده رحمة الله عليه الحياة عماد الفترة اللي فاتت كان بيتابعه بيتحمل معاناة والده كان والده أصيب بمرض الرئة أو مرض السرطان الرئة وفضل عماد ما بين عمله في المؤولين العرب كمدير فني وما بين بلده مغاغة يلعب المطش ويسافر يحضر التمرين ويسافر إلى أن طبعا ظروف الفريبة صعبة جدا وظروف أنه يقدر يوائم ما بين ارتباطه بوالده واحتياج والده لوجوده جنبه وما بين عمله ففضل أنه يعتذر للمؤولين ويتفرغ لرعاية والده اللي توفاه الله أمس الأول عماد موجود في مغاغة في تلقي واجب العزاء في والده بنقوله البقاء والدهام لله يا كابتن عماد وربنا يتولى برحمته ويصبرك والأسرة إن شاء الله رحمة الله على الفقيد وربنا صبر عماد ويؤلم أسرته الصبر والسلوان ولكن أيضا دعنا يعني الحياة ببنسبة علشان بس أشرف آسم خلينا نقول بس حتى المؤولين استعام بالكابتن محمد عودة كمدير فني بعد عماد النحاس وبيستعد للقاء الأهلي بكرة إن شاء الله تحت قيادة محمد عودة لكن الكابتن أشرف آسم نكمل زمالك ومصر الكبير الحياة النهاردة توصلت معاه عشان أطمئن عليه وأقوله ألف ألف سلام عليك لقيته كمان ممتن ومقدر جدا باتصال الكابتن محمود الخطيب بيه كابتن محمود الخطيب فور معارف بظروف كابتن أشرف آسم اللي كان مبارح يتكلم على إنه بيعاني من مرض في الأعصاب فيروس غامض هو قال حالتي تشبه إلى حد كبير حالة مؤمن زكريا وطلب من الناس كلها إنها تدعيله أشرف آسم واحد من نماذج الكرة المصرية الرائع جدا كابتن الخطيب حرص إن يتصل به ويتمئن عليه ويشد من أزره ويقوله النادي الأهلي مستعد إن هو دعم لك بكل اللي أنت تحتاجه ويقف جنبك ونادي الزمالك أعلم أيضا مسندته للنجم الكبير أشرف آسم وأشرف آسم يا باش مهندس يمكن الأجال اللي ما شافتهوش واحد بمناسبة كأس الأمم الأفريقية كان واحد من صغار الناشئين اللي التحقوا بكأس الأمم في 86 كان يدوب عنده 19 أو 20 سنة وماليدة أعتقد 66 أو 67 نضم للمنتخب اللي كان فيه بقى كابتن سابت البطل عليه رحمة الله وكان فيه كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبد وكابتن جمال عبد حميد لعب هذا الناشئ الموهوب مع هؤلاء الكبار جدا في بطولة 86 في القاهرة اللي مصر فازت بها وكان واحد من عناصر الكرة المصرية البريزين بنقوله ألف ألف سلام عليك يا كابتن أشرف وإن شاء الله تعالى ربنا يمنى عليك بالشفاة زي ما بندعو أيضا لكابتن مؤمن زكريا مؤمن أيضا رايح رحلة علاج في لندن بيعول عليها كتير نتمنى إن شاء الله تعالى لمؤمن سرعة الشفاة بإذن الله صبر كتير مؤمن وعانى وقطع مشوار كبير في العلاج بنتمنى لهم يا رب كل الشفاة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر